اشتركوا في القناة ده بقى يعني معايا في القوضة معايا في اي حاجة في جم في خروج في بتاع اما يكون الانتين بتاعك في كل حاجة في النادي وبرا في صفر في كل حاجة موضوع بيبقى صعب والله يرحمه طبعا والخبر لما جالي طبعا كان هو معايا قبلها بيوم بالليل وقعد معايا مثلا بتاع 6-7 ساعات ومش عايز سيبني وبتاع موقف نفسه اصلا يعني انت تفتكره صعب قوي وبعدين بقى عرفت الخبر كان عندنا ماتش ودي كنا باللاعب ودي دجلة برضو وانا في امبي عرفت الخبر طبعا سيبت الماتش سيبت الماتش ومشيت وده من الناس اللي اتزال عليها بصراحة ربنا يرحمه ربه كده ويجمع نبيه على الاسجنة ان شاء الله